مرحبا ببرج الحمل اليوم سوف نرى الحبيب حاسس بيه وانت حاسس بيه والاحوال اتمنى تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتخبروني كيف اجتكم القراءة في التعليقات سوف نبدأ بالحبيب مبين عندي انو الحبيب هاي الفترة مركز اكتر على نجاحاته على حياته العملية وبرغم من هالشي هو بفكر في علاقتكم كثير انتو انتو الحين كأنكم منفصلين حاليا وممكن تكونوا كنتو سلميت ولكن الحين منفصلين يعني ما تكلمسه من فترة طويلة مع بعض هو حاسس انك السلميت او التوينفلين بفكر حاليا في استرجاع العلاقة مرة اخرى ومبين ومبين عندي كأنو انت اللي قاطع العلاقة لكن هناك تواصل روحي بالرغم من هالشي انت مجروح كتير منه هو بيحبك مبين عندي انو بيحبك كتير وبيشوفك حاليا الشخص المناسب ليه كذلك بفكر انكم ما اعطيتوش يعني كل شي جميل يعني لها العلاقة وبيفكر انو ما كان لازم يعمل معك الشغلات اللي عملها وانو ما كانش فاتح قلبه قلبه ليك عشان يتفاهم معك وحاليا هو خايف 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 شوية من ردة الفعل تبعك الشخص هذا بيسال عليك الناس يعني بيسال كي سول فيك الناس او شخص كتعرفوه مع بعض يعني هو بيتقسى اخباركم لانو اكتشف انك الشخص المناسب ليه هو عم بيفكر في المشكلة اللي كانت بيناتكم شو صار بانو يائس من انكم ترجعوا للعلاقة اللي كنتوا فيها او انكم تتسالحوا مع بعض بعضكم ممكن يكونوا مرتبطين او متقوزين بس هو بيحبك اوي الشخص انه 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 بيحبك وفي بيناتكم روابط قوية حتى لو في مسافات بيناتكم حتى لو من فصلين لو ما عم تحكم على بعض ولو في نفس البيت في روابط قوية هو حاليا عايز يرجع العلاقة بيناتكم ويصلح العلاقة ويتواصل معك بس هو متردد وحاليا يعني بشوف على حسب ما هو مبين انه انت حاليا واخد بالك من نفسك ومن شغلك ومن حياتك عم تحاول ترتبع وتعيد اوراقك من جديد مركز على كل ما هو عملي واذا كنت في علاقة ولاتية وانت اللي مرتبط راح تضل في علاقة الروح بيناتكم حتى لو كان هدفك زواج منه او انتو مرتبطين ومن فصلين او من فصلين فلازم تفتح المجال شوي لتتجلق لإلك الفرص لازم تفتح المجال تشوف الفرص اللي عم تمر عليك وانت عم تفكر في الشي اللي صار عم تفكر بأحوالك عم تفكر في هالشخص هاد لازم تفتح عيونك كذلك الكارت بيقلك لازم تطلق مشاعر التسامح وتعمل شوية خير لانك لو ساويت الخير راح يرجعلك من جديد هالكارت هاد بيقلك خليك ايجابي خليك ايجابي لانه العلاقة هاده تستحق تستحق منك انك تسامح وانك تصالح وانك تعفو واضح هنا يبرج الحمل انك مشغول وتحاول تحمي نفسك منه انت خايف بس بس مبين عندي انه هالشخص طيب يعني مش مش شخص صيئ هو حاليا مركز على شغله وعلاقاته وكمان بيفكر فيك وشايفك الشخص اللي كان حاسس معك باشياء جميلة ولكن هو مش هيكلمك دلوقتي هو هيطنش يعني مش مستعد ومش متأكد من ردة الفعل تبعك ولكن هو غيستمر بمراقبتك على السوشيل ميديا هالشخص بيراقبك على السوشيل ميديا خد بالك انت مراقب مبين عندي انكم ما شفتوش بعض يعني زعلانين بعضكم منفصلين فتاقات عندي فتاقات يعني ما بشوف تواصل وحتى على المدى المتوسط يعني ما بشوف يعني في تواصل يعني هتفضلوا زعلانين بس هناك تواصل روحي بيناتكم عم شوف تواصل روحي وانت كذلك يا برج الحمل بشوفك مشغول إنجازاتك سواء من ناحية انك بدك تحسن مدخيلك الفلوس او حتى انك ممكن تكون مرتبط او انها علاقة ثلاثية بس انا شايفاك مركز على نجاحاتك المادية مش على الاعتبار بالدرجة الاولى وتريد انك تكون مستقر ماديا كذلك شايفاك تعبان تعبان جدا وعندك أمل انه العلاقة دي ترجع ثاني يعني هو عنده رغبة في الرجوع لكن عنده تردد هو خايف شوي خايف من ردة فعلك يعني برغم انه مركز على شغله ومركز على شغلات بس انت في باله انت موجود بشوف انك حاسس بالوحدة لانك بعيد عن هذا الشخص هو كأنه هذا الشخص زعى لك كثير او ممكن يكون رفضك او عمل تصرف وصدمك فيه او حتى بعيد عنك من غير سبب وانت حاليا عم تفكر تذبط حالك وتذبط حياتك ماديا وبتفكر كثير في الحل للعلاقة دي اكتر شي مبين عندي انه انت عم تركز على حياتك العملية لانك حاسس انه اللي معاك مش كفاية كذلك عم شوف في ناس هون عم يدعو الله عم يدعو الله مشان مشان يجمعهم بشخص هالشخص هاد اللي هم عم يدعو مشانه مركز ع السفر بدو يسافر لبلد مشان الشغل الاشياء المادية بس ما رح يتوفق في هالسفرية هادي لانو عندي وراءة السفر مقلوبة هو بفكر يعني بدو يسافر مشان يجمع الفلوس هاد الشغلات كذلك عم شوف ناس يعني بتحب اشخاص هم نقصين ماديا وهالماديات كذلك عملالهم مشكلة نخلياهم بعيد على بعضهم كذلك عم شوف كأنه في امية بقلب اشخاص التي لازم كمل وشوف الامية هادي رح تتحقق ولا لا بس انو في امية في قلب كون لازم نشوف حقيقة هي الامية كبيرة الامية هادي هاد الامية اللي جواتكم رح تتحقق رح تصير بس لازم شوية وقت يعني رح تاخد وقت عشان تتحقق لكم في عندي وراءة تحقيق الامنية اجا بعد فترة يعني رح يكون في فترة زمنية مشان تتحقق الامنية دي رح تكون في شوية صعوبات وانفراجات في تحديات ورح تكونوا اقوى لانكم عم تحاولوا تعيدوا حساباتكم عم تحاولوا تنظموا حياتكم وهد الشي رح يزبط معكم كمان انا عم شوف في حدا في عندكم معجب حالته المادية ليست منيحة كثير بس يعني في عندها طموح في عندك آه في معجب تاني كمان في عندكم معجب حالته المادية حالته المادية منيحة وهو وسيم بس المعجب الاول اوسم من المعجب التاني هم الي اثنين وسيمين بصراحة في عندكم معجبين وفي قلبكم أمنية والأمنية دي رح تاخد وقت لتتحقق في عندكم حظ يعني يعني رح نشوف كروت النصائح شو بتقول بتقول لكم كروت أولا لا تقلق لا تقلق على رغباتك الشخص اللي فدالك بحبك ولازم تتماشى مع التغيرات الإيجابية اللي عم تظهر لإلك وكذلك الورقة التانية بتقول لك ليست هناك أسباب يعني ليست هناك أسباب تخليك متألم لهذا الدرجة أو زعلان فأنت من خلال الصلاة والدعاء رح ترتاح نفسيتك وتتحقق أحلامك وهون مبين عندي الأبراج اللي مبينة يعني فيه طاقات كثيرة والطاقات الكثيرة في عندي طاقات ترابية بس مو مبينة واضحة في عندي طاقة طاقة مائية طاقة نارية طاقة نارية طاقة نارية بس مو واضحة بس مو واضحة بس مو واضحة بس مو واضحة وبأكد لك انو الحبيب بيحبك كثير بالرغم من انو يعني مو مبين بس هو موجود وعن براقبك وبدياكم تخبروني عن رأيكم في القراءة وما تنسوش تعملولي اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وأشوفكم على خير اشتركوا في القراءة اشتركوا في القراءة